وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية مع ضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وزارة الداخلية تمكنت من ضبط 412 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 75 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية أما في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة فتم ضبط ما يقرب من 54 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تحديدا للسلع الغذائية فتم ضبط ما يقرب من 22 طن أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 610 قضايا من بينها 134 قضية خبز نقص الوزن مع 47 قضية خبز غير مطابق للمواصفات المصرية أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأقماح المحلية فتم ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 28 طن ونصف الطن من الأقماح المحلية